اشتركوا في القناة 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 والمعرضات على البردين أي جزول فيكم قاعد يفتكر أنه أنت نظام بتاسل الفاكر أنتصل ما هو لإتفاقية وأتصل ما هو لتغيير عبر إتفاقيات التي توقعها أن أنت زول واهم وإن تماعارض واهم وإن تماع تعمل في شنو وإن تزول ساigمان وإن تزول دير سلطة ساكت وإن تزول دير سلطة ساكت أريد أن أتعلموا كذلك. أريد أن أتعلموا أن أتعلموا منصف مجموعة جديدة. إنه يجب أن أعلموا كذلك. أتعلموا كذلك. أم إعانا أكثر من صفاكرا. أم إعانا أعلموا كذلك. موحي أن يكون لديهم أناس الإجتماعية. لقد أتردت أن تعتقد ذلك الجنب. لن تعتقد ذلك الجنب. كان شفك فدنا لا احتمال السياسة و لم تكن من فهم الناس الإجتماعيًا. من أجل أن نعرف كل هذه المعضل. من أجل أن نعرف كل هذه المعضل. من أجل أن نعرف كل هذه المعضل للغاية بين welcomed contacts. وأي زول بفتكرينه ممكن تواقع اتفاقية مع سالفاكر وسالفا ده أي نفز الاتفاقية ده يتقعد ضياع في وقتك عندنا اتفاقيتين عندنا اتفاقيتين بناخدهم كالنمازج كالدلائل بعد داقة نهنا بنغيمبو والمستقبل بتاع جنوب الصلاة والمستقبل بتاع التفاوض مع النظام بتاع السالفاكر سالفا بيمشي بطريقتين فقط ما في طريق تعلق وأي زول أي معارض بفتكر إنه هو دار يفاوض نظام بتاع السالفاكر أنت قاعد تفاوض السالفاكر الأساس يستوعبك على الأساس الاستيعاب فقط استيعاب وتقنينك تانية في داخل النظام وما تقبل رغيه النظام بتاع السالفاكر ولا تعمل أي حاجة ونيهيتك يكون زي نهاية بتاع رياك مشار زي نهاية بتاع لاماكول زي نهاية بتاع السين أبدالباقي زي نهاية بتاع شامسون زي نهاية بتاع باكسورو زي نهاية بتاع whatever زي نهاية بتاع السببات باكسورو عمل المصلحة. معارضة. منظمة. منظمة. ما تقلق في الحصول على الجنوب. لم يكن أحسن ساكر. هناك شعبات يدوم في مناصب والحديث. ومعارضة جميلة. يأتي الطريقة الأولى. هي عمل المصلحة. معارضة. ليس عمل المصلحة. اشتركوا في القناة المعارض المصنحة المعارض المصنحة يقوم يهاجم كير في كل جبهات في جنوب السودان يهاجم في أهل النب يهاجم في بارق الثال يهاجم في استوائية ثلاثة جبهات في الوقت واحد ثلاثة جبهات هل إنت أتضغط النظام وأترهيق النظام يغاندا ما يلاحق لك ولا مصير يلاحق لك إذا نحن هنا إذا في معارضة جادة قدرة تفعلن تنظيم الفيزان وعرفة إنه هي جادة إنه دير تزغط نظام ما ديري درجة وجوبة شان كير يكير يستوعبون داخل النظام وحاذا المعارضة جنوبينين ما نقول نلفون دور على بعض هاذا المعارضة لازم تدرو في ثلاثة جبهات رئيسية ثلاثة جبهات رئيسية أسماء وكلام ده ثلاثة جبهات رئيسية وأي معارضة إنتا قاعد تفتكرينك إنتا دير تقوم تطلط تطلط كير ما يارديد عن طريقت عن طريق عمل مصلح من اتجابي تادي غليم واحد كير أيقضي عليك كير أيقضي عليك كيف أقول لكلام ده؟ أمسكوا أحداث من عام 2013 الأحداث من عام 2013 الحرب البداية ورياك مشار لم تقوموا في كل جبهات لايقضا أمسكوا 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 ومحارك شغال في ملكات وشغال في جنغولة بجيبوا جيشوا بارا غزال بجيبوا طيارات لجوبة بوزيهم ودير جايبوا جيشوا بمش لكن لقد نظمت شغلق ودربت في ثلاثة جبهات تدرو في ثلاثة جبهات على النين على غزال مثلا زي أسي مثلا زي معارضة مسالة هناك مثلا بداعرياك مشار في على النين عندك جنرال Paul Molong فيلس في بارا غزال و عندك جنرال Thomas فيلس توهية و نازل كله مكلمته مواهد خلال شهر خلال شهر ولا شهرين كير بمشي كير بمشي خلوكو كلام الفارغ نازل كله ديرين يلفوا علينا وضياء وكيدنا معون الخيار رحسا خيار رساق خيار ربيك ما فيه خيار ربيك ما فيه جلوبين خلينا كون معاكم واده خليني أنا إدوار الليلة كون معا جلوبين واده خلال شهر وندس يوجد مجهد حيث هاشون نازل كله خيار فهرب خيار ربيك ما فيه جلوبين كل مدة أولا للضعارف والإعادة في ذلك المترجمات وصف ليس مدرد دعوية مدرد دعوية وصف ليس مدرد دعوية إن أجل أمس في عادة قبل أساسي قد لا أكون مدرد أو حتى temينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والحديث في المساعدة لا يتعلم مهدود لا يتعلم مهدود غير عمل يتفاقية يتعلم في كله ونا سوف نعرف على كل شيء ونحن نتحدث عنه ما نعلم خيار خيار مصلح خيار نظام خيار بيك مهدود يا خياراتو بيك محدودة الخيارات دي بيك محدودة الخيارات دي بيك محدودة كويس الخيارات دي كدامنا كلنا بيك محدود همانينا خلينا كونو معاردينوا كويس ريأك مشار كان هوا معارد عندو جيش فعل كان في سواية في علامة في في ببارغزال وصول بتاع الفراتيد لكن لا تأوان مع الاتفاقية ويتغال بتاع رياق تم إرحاق الجيوج بتاع رياق مشاعر بيك ما الانس ما قادرين وزار الناس مدير لسا كتير حتى الفضل الحكومة الشاقة لسا يقسمون ويفرتقون ويشتري يبيع الشر الضماير بتاع الناس والان الان يعني حكومة اشتغل شغل استراتيجي انه لازم يفرتق رياق من هذه المشاريع ويمكنوا نمشي ضربه جيب؟ فakkiedy الخيارة الخيارة الثانية الخيارة الثانية الأخرى contested from a armed Definition الخيارة الثانية هو خيارة الانتفاضة الشعبية وهذا الانتفاضة الشعبية يعني انه plant notre التركيز يتعلم بأنه المشل هذا فشل يجبنا من قطعه نتذكر نهترف المعرضات في جنوب السودان لازم تهترف أنها فشلة في إصغاط النظام بتاع السلح فاكير عن طريقة عمل مصلحة نهترف كيف رئيسة والله إنه نقدر نعمل وكذا ما بيشتغل معي كيدوان أنا ما بيشتغل معي أنا ما سياسي بتاعت هنا أنا سياسة بدينا المرسومة مع الكيزانة يعمل نازل يعني حتى التجمع الوطن الديمقراطي وبكرة التجمع جاء يمن بلد بأعمان ووطن بلا كيزان هورا هو سودان وبعد ذلك رفع شعرات بتاع انتفاضة شعبية مهمية بالسلاح ما أصد انتفاضة شعبية مهمية بالسلاح بتاع تجمع الوطن الديمقراطي لأدي ما كيزانة نازل في نهاية الجبل الإسلامي وقع الاتفاق السلام على الحركة الشعبية وليتا قون الكلوم ذات ونازل المجموعات دي جوزوا منا وقعت الاتفاقيات فردية مع الكيزان ورجعوا للداخل ورجعوا للداخل ويستسلموا بيشتغلين أمال السياسي من الداخل لأدي ما شعب السوداني ويسل المرحلة بتاع تشاب والزاتي والمصو بتاع دوائي العالي ولا جهالة النبعت بعد الوليد الزادة في الزمن بتاع الكيزان ودوفرت المطلبات بتاع دقيام صورة الشعبية في السودان وغامت صورة في الفنة الزماشية كامت صورة في الفنة الزماشية وده مشوار طويل وده حسانة كهيدون القاعد ركز عليه ده لنا قاعد ركز عليه الده مدوم بحاجة واحد أنا ما بقدر أقول لكم مثلاً إنو والله يا أخي أنه هنا أن نقوم نطمن إنو نهنا ممكن نمشي في خط بتاع انتفاضة الشعبية معمية بسلاح ليه؟ انتفاضة الشعبية معمية بسلاح في جنوب السودان الخيارات بتاعه ضيفة جداً خيارات بتاعه ضيفة جداً أو مثلاً خيار بتاع تغيام انقلاب في سودان في جنوب السودان ضيفة جداً خيار بتاع الانقلاب ضيفة جداً لكن في حالة إنو غامل الانتفاضة الشعبية أنه هنا ممكن نطمن الولابتات الوطنيين من الضباطة الحرار داخل الجيش الضباطة الحرار داخل جهس الأمن إنو ديل ممكن يقدموا الأقل ينهازوا لتجابة على الشعب لكن بكون ليه فيه فيه مشكلة عشان كده هسا لو انتو لاحزين نظام بتاع السلفاكير هو الرافض إنو يأيب سياقة بتاع الجيش إنو يكون جيش غوبي حسناً لن يكون جيش غوبي حسناً لن يقدموا المراكز بتاع تدريب حسناً لن يقدموا المراكز بتاع تدريب حسناً لن يقدموا أنه تماماً إنو الجيش القومي ده بإيد سياقة بتاع المؤسسات القبلية والميليشات البناوس الفاكير الآن في غواتين الآن في جنوب السودان الآن في جنوب السودان هو مواسرين الآن جيش شعبي ده سالفاكير يتعامل حسناً لن يكون صادقية حسناً لن يكون جيش شعبي ده سالفاكير يتعامل سالفاكير يتوتكيو ده ينتوه من جيش شعبي هو مواسرين حسناً تتعامل تقول نحو الاخير من الأحين أن يكون العادي للتعب بحقيق السعب و تعلم أن الناس يُعَدون في هذا الفيديو في الانسان العائد في الانسان ان الانسان العائد في الانسان Urban enemyد es يتبعون في عادة الحائلة يتبعون في صحيح الاخير فتعون هذه القرية التي تكون هناك في الالوري في الالوري في الانسان في الانسان حسنتنا، هذهيةetr 통ätte نخرجهاً تadora waves على تصليح vessel الموجود الأن في جنوبة سودان الموجود من التيجر 밀리ى المساعدين الع szczجنитесь ليمي تماما عن بشرين موجود وس cubre من التصليحARS الآن في هذه الملسات ، سيحتاج إلى المشارط الثالث عن الثالث عن ملسات الملسات يحتاج إلى ما هو نامه؟ هم معاته تسمى ترقيم وما يحدث أن تُتكيه ومعاته في المنطقة في الأنسان هم أشارت تسليبتها؟ الميليشات التي تطلعونها تجيب الدولارات لأن المسلعين مركزين على تصليب الميليشات أصلا الميليشات لا يكون مباشرة للنظام للسالفاكير الميليشات لا يكون مباشرة للنظام للسالفاكير لذلك السالفاكير لا يكون في الوجهات الموجودة الآن ولا حتى الوجهات قبل كم ياما كنتوا عرفين الكلام لذلك الشكل موجودةبرين يوجد خلاف بين سالفاكير و بين أكل كور بانا جميع洲 بين سالفاكير و أكل كور لا؟ لأن أكل كور يجب give آمنات تطلع في ولا لا يوجد خلاف بشكل أكل كور يوجد خos سيئة من البن Lite في بعض المواقع للنظام للخلاف الكلام لكن ، لن يقل خلاف ولكن أين أن نعرف على الجزء المستقبل وقالهستخدم على الجزء المستقبل ولكن من أولاً قائلاً فالتالي اختبار المباشرة عندما توقفه من دائما ولكن كير لأن تدعم كير لأن يتدعم كير إلى الأحضر دائما لكي يتدعم كير إلى هذا فعلا وهو أخير المدار الربية هنا في أربي لأن الهادية المجلسة تستطيعون بالكير وPحر علا كير من تعرفون أن يتدعم كير لدعمه لأن الناس المعاربة في الصناعية والمعاربة في السماعي يعرف على بعض الإسلاميات وخرة الوضعات ال ATTID ان يظهرون كير في الصناع ويجعلوا بعض التشعرش والاجعادة علاقة مثل نفس الشيء واحد الآن كان في محل الآن لا تغير منحث أن تنظر عن طرح نحن 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 أن نتقل على أن هناك مستقبل ذلك لم تحتاج الاخير الوحيد هنالك الان الميليشيات بتاء دوتكوبany والميليشيات بتاء امتيانانيور والتايا غريل السا في المستقبل كان يغضر على حاجة مشابه دعما سريع كان يغضر على حاجة مشابه تغضر على دعما سريع تحسب على حاجة المشابه اثناء تحسب بهذه المشابه التي تفعلها شكرا هستمر الحاجة لم يكن هناك نغاشاً، لم يكن هناك نغاشاً، لكن أنا أريد أن أقول لكم المستقبل بالجنوب السودان والماشي يصل في جنوب السودان وبالذات في الزل وجود معارضة ضيفة، معارضة ضيفة منشطرة على ذاتها يعني، منشطرة معارضات، هم من يكون رئيس ومن يكون كده، ده هم المعارضة في جنوب السودان المعارضة هذه لا تزبط قدام سالفاكير يا جنوبين، دعونا أقول لكم لا تزبط نغاشاً، سالفاكير أنه سالفاكير سالفاكير سالفاكير، ممكن أن يكون ذهبت تلك الناس لكن هذا الرجل، أن تشبه في جنوب السودان، سالفاكير الجنوب السودان وأن ألا أنت يعلم به. قلت أجد الفكرة حتى يتخلص pray. أجد فكرة اكثر ليس كما أتحدث. هذا هو الحقيقي الذي يجب أن يتخلص فتح سرعة حتى يتخلص فتح سير. هذا يمكنه أن يكون الرائعة حتى أشخاص قديرًا. تتخلص حتى أجد أن يكون الرائعة حتى أجد كما لو تشعر بالخطر. أنا أجد أن يكون الرائعة حتى يْنطلت أجد كما لو تشعر. لأن الناس يتفهمهم. يجب أن يكون تدخل المحشايت. ما يحدث؟ يجب عليكم تركيزوا تركيزوا في انو الدامنين بتاع الاتفاقية يفترض في طوبية فوقو في يوغندا في سودان، دائل الدامنين بتاع الاتفاقية موش؟ الآن الدامنين بتاع الاتفاقية الآن حتى الريجون، حتى الإيقات والإتحاد الافريقي، أموين؟ أموين؟ ما شغالي بيك؟ الآن سالفاكير بنتهك في الاتفاقية ماريك مشارب، وما في زول دير الكلب إتحاد الافريقي، أموين؟ والمجلس الام، يوم بيطلاب بيانات زيدة ناسة بيجيلة الخطاب بيطالة خطاب بيطالة توسيق، دائل شغالي توسيق ناس مجلس الام، كوائس؟ ومشغالي لدوكمنتيشن، يخطم حجار دائل الدامنين بيطامنا والله، دائل بيعمالكي، دائل بيعمالكي، دائل لكن، إن ريالتي، إن ريالتي المواطنين يمدررر، المواطنين مدررر في جنوبة سودان، كوائس؟ لن أقول لكم إنو سالفاكير الستراتيجية، الناس المنظمين، يعني جمعنا معارضات أسماء وقالام ده كويس، إذا كنتم ها فيهمتو، الجينسيز بيطالة نزام بيطالة سالفاكير، وطبيعات بيطالة نزام بيطالة سالفاكير، النزام ده شغال كيف، والحاتف شنو، ودائر يصالوا لشنو، الناس موطاق تتريس، معلم، معلم المعارضات في جنوبة سودان ينسو حاجة اسم الخلافات في مابيناتو، والمعارضات تغضير التنزلات سياسية تنزلات سياسية ونحن لا تنزلات من الشخص فقط تحضير قدم الأجيال القادمة فقط تطوير أو تحضير عوضة فع Achet تحضير أن تحضيرها وخشوش تحضيرها في جماعة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نا نحن بس هنا بس جاهداء لأسة خلال شماع كير في جبه و بالمناسبة للإمعلم يتحدث عن المخشف نظام بي أسالفا كير شغال جاية الحق أسا كيرا جاية الحرب أسما وقلامه دفعي عشان يقدي آل حاجة يسي مريع ماشاك مرا واحد والمانية كير حسا إنما يحاجم وانينة ممكن نمشي في الوضع لأرى شار واحد ولا شار اثنين المانية كير حاجة واحد بس الحرب دا المترجم للقناة 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 لماذا يشيل تريزا تريزا شلو للمنصب يدول إدوار فقط ترى خلافات خلافات في المعارضة كما ترى خلافات الكثير من الناس يشوفون إدوار لكنني كنت أرسكروا كلامنا الناس لا يشعلون تشغالين 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 عليكم الله ناس كون و ناس أوشان الويل 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 يشافون من السلفاكير في 2013 يعني تزول ملو مجنون أنا مبرجة للسلفاكير كانت تزارك مجنون والله عليك بي مينة نظريات بطاعة الفيساكورس ناس بطاعة رياضيات نظريات فيساكورس السلفاكير طبقوا في ناسر يطبقوا في ناسر يطبقوا في نينة كالجنوبين نكوت في جوبة عام 2013 ال 2013 يخيزول نعجة عجة سا الجيش الملشيات بطاعة ملشيات بطاعة لكن هناك المساعدة عادية جواليك الشواهر لكن هناك المساعدة من همخيار باستمرار كانت سعيدة ان tochاء أشياء الصلة ترسلتها سترسلتها سيطرني لي وقتها سترسلتها كانت حتى تزالف شجاء الأملكم شجاء الأملكم كانت ظريباً كانت مغلقاً حتى ي��سي ، باقي لوروس پدي في أصبع ا ESTAM in Black لكن هي تحمسer ليس جائر بذلك أنها ت chucklesare أن تעםuch من الناس أنها تجمع من الحياة وقيدة في حماية أو تجمع من من تثيلها أو تجمع من 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 أو تجمع من 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 سلواء أو تجمع من 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 محس أو تجمع من 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 من出 notch ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قستشششه نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ممتع الجمعية لا تزال بأن أمستع شخص الأخير كم冬ات الجمعية لا تزال بأن هذه أي شخص الأخير لا تزال بأن أن تزالها لا تزال بأن أخبار سحوات أخبار التجزيز الأحساسي في المدينة من الأمريكا يتزال من الأحساسي كم ممتع حوال أن تزال بينها لا تزال بأنه خلالoh فهو غادي غول في غادي غول في قالامو أشان بسانا مادر نشاء الله غادي غول شنو لانو بادي نازد they can block the video أشان غادي غول شنو غال أنا بتمنى إنو إنت دا أيزول فيكم يومنا يام التمور بموغي بدا إنو Adam العدالة شنو أشان إنت تعرف أشان إنت تعرف الادم بدادا عدالة شنو يجيوكي دينو إنت إنت يومنا يام تمور بادي سيما 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 تلغز غبيل تاني يومنا يومنا ومسيطر ويومنا يومنا في جمبات بتاع رئيس في الشارع ودهل يومنا يتكلم بروطانة بتاع وإنتي ما قاد يتكلم بروطانة ويكون تطالب من بيتك يقول لي غارجة أشان تدوق المعاناة دا كيف أن نازل بشبكي متاعدة هون نص هون نص ربنا سبحان الله الذي يغير الأحوال من حال للحال ربنا تقاد يغير الأحوال في زول فيكم بتخيل إنو تقرأي دا تقرأي قبل يوم 28 الجيش للقومي للإطوبي مساقوا المنطقة العاصمة بتاع التقرأي في زول كانت تخيل إنو بعد 30 سنة التقرأي دا ممكن يكونوا ربا الساعة في زول بتخيل ما في زول بتخيل لأينا كجنوبين we need to repeat kind of this تجرب and we are seeing you have the example حيث في إطوبي قدامنا هنا لأن الظلم يا جماعة ما في أخطر من الظلم أخطر من الظلم دا ما في أخطر من الظلم ما في so أنا قاد أقول الكلام دا ليه أنا قاد أقول الكلام دا عشان أنا ديرو ريكو منو شغل اللي نزام بتا سالفاكير الموجود في جنوب السودان دا بالنسبة للمعارضات في جنوب ألا الجادي جوتو لأي ديل و بشاكل اللي موني يكون رئيس موني يكون شنو عشان كتنا قاد أنا مراد ما بك ما بك ما قاد أبكي بطحق أنا وقاد أتحق بطحق على الناس اللي أنا ما عارفيني زي ما قال يسو والمسيح تبا لكم لانكم لاتعلمون ما زا تفعلو تبا لكم ناسي قاد أعين بس كل زول قاد يأين للمنصب بسانا درو والله يومر ماشو درم نيلي بيلو درم لكل زول قاد يأين للمنصب لكن يو ديلي نزام بتا سالفاكيري يا جنوبيل نزام دا عندو استراتيجيا بس دبت كده يا سازي جوزيف بس دبت يا سازي جوزيف أدام الاطل يخل لك أدام الامن والاستغرار أنه يقفل من أعزيجيا سعدك مجرد بس دنسان ذا شخص ادام الناس يعني صحيح لكن كنت جوزيف سألتل بلا ده لم يعدني عدم ناساسي ومرأسي إنما لا سعدت يمرني بسرطة 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 حسرطة بسرطة بسرطة لفتحرطة بسرطة يقولي انها لديها لست اتتتتتتتت تقته لحظة هاتها لديها 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 الرباية كما تتتتتتتت تقتها لقد ثقافة هذه البعض هؤلاء الأشخاص تعتـسرين على ما يمكنها لديها تقالية لديها لأنها لا ترفض that هناك في الأمرـ كيف يكون في الأساسية في بريطانيا أو أروبا أنا سأرى مع الأرابيات في الشعران اتتتتتتتتتتتتتتتت my way تتتتتتتتتتتتتتتتتتتها ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر الكليب كبير، هم دايرينaliLL سلطة يخوشوا سلطة، وما دايرين يموت ولا Okay معا دايرهمين السلطة في جنوب، يجب تفامه وحدها. الخيار بتاعت الانتفاضة الشعبية مرتبط بالواعي الشعبي والواعي الجماهي مرتبط بالواعي الشعبي أو وجماهيري الانتفاضة الشعبية تاالوظم Teriyaka يجب الانتفاضة التنبية يصل المثابة على الواعي ري confirmation كلما يصل المثابة على الواعي ويكونوا مجانة للعملية remained titه в limest مر نفس اشتري عبك ser اون ك của اشتري 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 المتحدث في صفحتنا الناس المتحدث في صفحتنا الناس ويطفع كل ذلك تجب أن يكون البعض للمتحدث في صفحتنا السلطة التي يرغب في صفحتنا بعض الأمر أن تأتيiert على توجدما المعينة لا تجعل الأمر لا تجعل الأمر لماذا فأنت لي ه Pastor ومن بعد أخد به هستاعت ها نفضل هستاعت هستاعت هو faire الش conveniencetek كيف يذهب كثيرة لكن في هذا الم imaginer لoshora مع البرزهة إن شبهي ما يجب التركيبي في الفض Shel Hope هكذا قد تكون هناك هكذا ي Lincoln its شبهي؟ لس شبهي ما بيني ذلك أي شبهي أن أصبحت المشبه أما norte بعد ذلك يوجد لما agrade Barack Movement يعني تشبه كل ذلك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 وليس اي معارضة اخرة في جنوبة سولا نظام بتاع سلفاكير هو البعقة زمم بتاعت غيارات بتاعت معارضة الشارع زمم بتاعت باكسورة الشارع زمم بتاعت سينة عبدالباغي الشارع زمم بتاعت شامسان الشارع زمم بتاعت منوتاني داك whatever governor دايل كله زممم حكومة الشارع زمم بتاعتهم وكلام دي كله موجود بي تغرير هنا موجود الشغل الشغل فوقو باكسورة الشغل الشغل فوقو جوسفين بلوكين ديكتور لام وطاني معرفياتو معارضة كده موجود في تغير كلها حاجاتو كلها in details كل تغير موجود دا كل شغل بي تغير حكومة باكسورة وجوسفين دي لحكومة يوغادر حركو لانو حكومة دير زمم تغير حكومة لازم لام لازم يوغادر حكومة لانو غادر حكومة ويوغادر حكومة دا شغل بي تغير حكومة دا كله الرفوات موجود دا النقطة التانية انهنا كجنوبة سودان دولة انهنا الولدنا في الوقت اللي هو بنفتكر انه في الحصر بتاعة العالم يعني يفترض انهنا نبدأ من اي سوء انتاع الاخرين زي خطاب بتاعة جيبال انهنا الويشيري في خطاب انه عملت له الشير بتاعة بسالفاكير قاد يقول بترول بتاعة دينكا وما بترول بتاعة نويرو كده انا بشغلو لكم بحشوية خطاب بتاعة نعم انا بشغلو لكم وما بترول لكم انا في رسال ما اينا في شغول دو كله انا دير نوصل للناس للجنوبة في رسال دير فهموا جنوب دينو انتو مشكلة بتاعة جنوب كله يو دهنه انا بورو لكم لكم باسوية بس خلو نينا باداك عنا بجي فيدا نينا ما كنا مهتاجين نينا نرجع ورا نرجع ورا مسلاً 30 سنة و 40 سنة يطرد نينا نبدأ من عيسو انتاء الاخرين لأنه الوسائل كان متوفرة لدينا نينا بجينا الدولة في الوقت إنو يعني كنا الدولة افتكر ممكن نكون دولة نمبر 3 ولا 5 في الومو متحدة يتربو في خلال شهر وكل دولة وكل منظمات الإقليمية والعالمية كل ما يتربو بي وكل دولة نمبر سنة يعني كنا محسوسين جدا ونتيجة تتكدير لندالة نمبر شعب سنة لكن الأسف لأنه الحركة شعبية تاريرا سودان ودكتور جانگرم الله يرحم بعض الوقت الوقت انتاءالي نمبر سنة سنة دولة نمبر سنة الوقت انتاءالي نمبر سنة سنة الله يرحمه لأنه جانگرم كما يتربو في خلال شعبية تاريرا سنة نمبر سنة لأسفل 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 يعني لأسفل لأسفل إذن لأسفل يتربو في خلال شعبية تاريرا سنة Kafka لأسفل لأسفل ودكتور جانگرم لأسفل لأسفل جانگرم رابس ترجمة 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 نانسي قنقر 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 كانت محاولة اليوم صحيحة إيجاد قد تأسمى إن دينك لم يكن بإيجاد المناة أرتبون يتجدون الشخص ينال في التدين أولاً لكن لنا لقد قلت في المشكلة صحيحة بدون يوزيجب بدون التأمين بدون تأمين تأمين لكن لكن الشباب بمحرمتون بمحرمتون بذلك فإن يحبولها لكن لا تحببت يدعون بحرارة لا تحببت يدعون بحرارة لكل شباب محرمتون بحرارة لكل الشباب يبنى أن يصحبها ويكون هذا المهم يجب أن تستخدم عدواجية يستخدم نزرق المحركة التي تستخدم نزرق المحركة لا ت defendفهم لا أعطاك لقد اعطتهم الآن لقد لا أعطتهم الآن الآن أعطتهم الآن لكنه يعمل الزander إعمل الزander لكن أسأل الزander وقد أEntre وقد أتفعتنا في الزander فقط الزander كان يجب أن تأتي من أجنبال من نفس عام وأن أهلا من نفسك من نفسك وأن أحرام بما أعطا في الفن من الفن تلاب وفعل ذلك مجددا. وفعل ذلك تم اشتريه من الدين. وفعل ذلك المبابضة عندما طلبنا العملية. فهنا نعرف لذلك. ولكن لا يوجد عبر ذلك. لكن ألسفها في الأنسف و ألسفها في الأنسف. نحن نتحدث في الحقيقة؟ نتحدث في الحقيقة؟ نحن نتحدث في الحقيقة. نتحدث في الحقيقة على مرحلة. لنسا نتحدث في حقيقة صغرية. ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ويحسن، وإخيفت حلاجتها حلاجت إلى الل accounted for وليس س أخ exactamente يوجد حلاجت أني س右 اuggle إخيفت حلاجتها وحتى يุ اجهدام الدخول من المحاولة وكما تعلن الأمر، وخدر أنه يحضر للناس ولكنها هي تحضررة لا يعد الأمر بيدني الناس ويكون في أجهدام Anything ويجب أن تتعطي ويجب أن تحضر يجب أن تحضر تحضر وغير ہتشفر وخشفر تلك الحياة وخشفر تلك الحياة حتى لا تريد المزيد فهناك يوم الولايات الوطة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 شبه يا ريولي loi forever hit you university i attend all the political rallies that are i know by name from the ksın koonquam on sudan i don't want you on it but we are all overwhelmed by this tribalism minded people and then now we we don't even know where to start we have a war coming whether we love it or we don't like it that we're going to happen and the war will be the only solution to the people of south sudan problem okay now a region i said if you read the regional politics the region you have you get to be worried because now utopia mal 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 egypt now there are tigray outside the country now you don't know what uganda is saying the whole region is going to be in crisis san fakir have positioned himself to die in power he will not give it to you exactly there is no going to be we will be still alive if god bless us in the next 50 years you will never hear and hear it from me you will never hear an election in south sudan whereby the opposition take power peacefully it will never happen okay because if san fakir are gone today for example another person come in by the ideology i read the history when i came here i i i took courses of history and by the way that is very important thing about ideology ideology is is a very dangerous thing because ideology you you if you deal with it in a very shallow minded you you will you will surprise that it have taken you for so many years it says that the idea of it is slavery yes it's an idea of three people socrates and aristotle in greece these are the people who came up with there are people who are born to be sloven there are people who are born to to rule people you see the ideology self-acred is the ideology of you know one tribe is he's going to rule south sudan for a hundred years you know you read what he said he said okay you he was warning dectoria girl girl dectoria can do everything but let him make sure that he's not yet forgiven you see wow this is aldo you 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 would think that and though i do is just an ordinary person although i do he's not an ordinary person he's not okay he's architect of the government right now should be able to tell us to meluol dengash and you know being that diamond got in the full lab with was was flower even the flower is on the top of the devil yeah and well then if you talk about it they will say oh oh this guy is doing good thing is 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 raising the name of south sudan no he's not raising the name of south sudan he's raising the name of the denka even now the people who are labin bitter in either bitter without kura salad kulum majority of town they are from montreal and if lord denghi the son of aldo ajoy who is still saying this while we have peace in the country you will know that we have a big problem so my call is that i am going to talk about things that people of south sudan may make some of them will love to hear them and some of them will not love to hear them and i will touch some about the leadership of the splmio in juba and maybe by then i will be in a good position to talk about what is going on within the splmio because if you tie the splmio membership with no peace and humiliation in south sudan and then it's meaningless okay it is meaningless so now it is up to us it is up us to decide to liberate ourselves and to liberate our people it may not be easy and it is not going to be easy but the nature of the politic that is going on right now even kulu if i care they are ending up in the arm of the government for employment purpose that is nothing that is going to help us and if the opposition also cannot think about coming together because we can do it alone we can do it all together i cannot do it alone you cannot do it alone and somebody cannot do it alone in but my message is that let us not advocate for something that can disintegrate us if we know that sel fakir is every agenda of destroying has he has already destroyed us let us try to work and build a unified by the way some of some of the people are here and they have their own party the people who have their own small parties i have a problem with them you know myself i'm i was a member of parliament one of is not i was a right i was a rising young man because my record was very clear in the parliament and uh engineer can you can you time 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 the people yeah absolutely yes i could i could just i could you know the last three years i i may have formed something of a political party but you know why i don't want to do it because i know that even if i form a political party okay and i and i said i'm a chairman and commander-in-chief without army which can give me a name but it would do nothing at the at the same time these people are contributing to the problem of why we cannot get a solution very good first everything that is 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 influencing our formation of this and that and all this is all about position you will be given a position when you you know in ball and the peace negotiation maybe you will be in a group of people who are now you know different and then you will be given percentage maybe you are given one minister and then you are the chairman and commander is even without army and then you will end up being the minister like it happened to this governor of 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 jungle state so this this are the problem let us cool for the real chain let us be national leads and let us look about south sudan forget about what you may get because we may all we may end up not getting position in south sudan because in in 20 years time all of us will be adjacent and a winter will never in a garden fish 20 years down the road we will not even think about becoming something in south sudan but now is the time that we can do the right thing there is no peace in juba this is my conclusion there is no peace in juba my position is very clear about it all the time when we have been talking and i know why there is no peace in juba i know that because self-care does not want peace in juba now he's trying to 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 he actually renegated the peace agreement is working outside the peace agreement they are all in full calendar by the way i want to say one thing before i end up uh giving it to to all the complaint comrade here i see they are complaining and 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 so sorry you will get your time the presidency according to the peace agreement has nothing to do with appointment the presidency role kicks in after the government is all appointed and then now they come come the management of the peace agreement of the implementation of the peace agreement the management not appointment even to talk about the issue of bullying is not in jurisdiction under the jurisdiction of the of the presidency you see that and of course you know the presidency we talk about the five by president that i i've been talking about it last time these are all problems that cannot be solved right now so my brother there is no peace in juba and and the fighting that is going and in kajikeji will continue because it's not because somebody want to fight but government does not want the hplmio forces in ukatoria they have to make sure that they scatter them those training centers have to be destroyed and abolished and then from that they they will go into the next chapter and the next chapter is very bad and it will will not be good for uh for for those who are thinking that there is peace in juba because if those forces are destroyed and then they will come back to juba and see who is talking and who is not talking if you keep quiet and receive your salary and stay in the hotel or in their house you are okay but when you want to say anything you will see what will happen to you self-fakir is not joking with us very good thank you so much yeah can we guide stay comrade uh do uh rest maybe uh let i listen to uh to do a little young uh we remain so you are picture then i can bring you up uh uh the uh ترجمة نانسي قنقر 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 فشكرا لزيغان المترجم للقناة 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 نفسها ، يقولون بأن العلمانات في أحرق. محلطات بالتحدث في محلطة بفرق السبابي ، محلطات بالقربة فيها ، حقوق القوى تجربة محلطة ، وكذلك يدلوني ، تجربة تجربة محلطة ، وكذلك تجربة ، وعلينا أيضة ، كمعنات صلى الله عليه وسلم a lot of international now are kind of agreeing with a very quick military coup than a huge rebellion that will kill all the country. That is one. The second thing is what we call military with a civilian protest or uprising together like what happened in Sudan. What is happening in Sudan is not a civilian protest actually and it is not a military. It was a الاشتراكي في المحاولة امتنطط من قوة المواطنة وفقه او في الغدارة في التواني يوموا في القوة فهو ليس لو مرة قوة المخططة فهي سوى محاولة وفقه مباركة سوى والسلطة ولده وهمها فهذا يدفع من قوة سوى محاولة في المحاولة ومحاولة في المحاولة اطلاف القوة The other thing is that what I will agree with you is actually the use of militia and militia, this insurgent militia. And you know, when I was in Tiger, some of you may think Tiger Forces, which was actually in charge of security in Juba, is a South Sudanese force. No, and you, you put it right. Tiger Forces, actually, even if it was a combination of Nuer and Dega, it was only loyal to Selphakir. The other thing is what we call national security. Those forces, they are not for South Sudan. They are loyal to Selphakir. And then the other thing is Gelweng. There is another force called Gelweng that is located in Luri. And that's why you see a lot of gun, weapon that you've never seen in the world from Russia, from Israel. You can find them in Luri. And it's good that I think you're talking about something like that. So now, you know, Matiang Anyor was just trained after when the Nuer were actually targeted. Dutkuban is when actually we left Juba. It was really very new forces. And you can see them. They have a red art. Those are Dutkuban. They were formed after the war of 2016. So all those forces that I have just mentioned, they are all militia forces loyal to Selphakir. And they are armed to teeth. So this one is some of the things that I actually want our people to understand. Because, you know, when we talk of tribalism, your people don't understand it. You know, now, you know, when we are talking about Tudkuban, you know, Tudkuban, you know, they speak that he was talking here. Some of you may get mad or what. Tudkuban is an expert, even though he did not go to school. Let me tell you why, actually, he is useful in that position. Because I was in Juba and I was working with Paulino Mertink. And you have seen him mentioning Paulino Mertink. That without Paulino Mertink, people like Kerbino Kwai and people like William Nguyen, all those militia, they were, they were, it was used to be called a source-source dialogue by then. In 2002, 2004, in Naibasha. So they were, they were out of the equation. They were not included in the peace agreement. And Tudkuban was saying that now, if we include him in the agreement, then the CPA was going to be successful. Hey, man, I want you to give me some minutes, okay? Let me give you one minute, because as I said, I'm working in the morning. My brother, sorry. Just let me give you one minute. I wanted to finish that point. Go ahead, please. Yeah, yeah. So what I'm saying here is that what brought Tudkub here is Bashir. It's actually President Bashir. So President Bashir actually was the one recommending to Sal Fakir that President Bashir was relying on Tudkub because of trying to struggle, the struggle that he did on militia, on SPLA, and a lot of things. So Tudkub was a very huge contributing to security, actually, strategy in Khartoum. And then now when the country was divided and Tudkub wanted to come to the source, Bashir recommended to kill because also Bashir wanted actually to benefit from him in the source Sudanese security information. And then Sal Fakir accepted him, but he didn't know about this guy. But when he worked with Tudkub, he found out that Tudkub also, Sal Fakir was actually benefiting from security situation from Khartoum. So Sal Fakir now, he became actually a beneficiary of both leaders. So he can give information to Sal Fakir and take information from South Sudan to Bashir. That is why he's very important in that position. So now, since I think since Bashir is left, yeah, there will be a vacuum. We can talk about that. But I don't think we can mainly, that is a problem of South Sudan, no. This guy is not a problem of South Sudan. Now, let me go to the speech of... To continue, just a minute, because you remain like 20 seconds. I do agree with you in regard to that point. But there is no vacuum, because now Tudkub is still playing that role, which he was playing when Bashir was in power. Now he's connecting Sal Fakir with Himiti and with Burhan. So please just say the last point, and then let me give a chance to Gigi Lam. Yeah. You know, my last point is this. You know, as I have been talking to South Sudanese, and Honorable Arias was talking about that party, there are some party, I think it might be a question of we people who have party. I have my political party, the Union Party of South Sudan, and you know, to have a party, you don't have to have an army. That's what I wanted our people to understand this, you know, because relying on an army for some time, you know, an army, in any scientific study of all those armed conflicts, there is no army that succeeds alone. So just criticizing people who are actually trying to understand the problem of South Sudan and tell them they have to have army is actually wrong. So what I'm saying here is that we are talking about tribalism. Today you have openly told the people of South Sudan that our problem in South Sudan is actually tribalism. You have said it. If you go to your speech and your presentation today. Thank you. And that is what actually we in the Union, we believe that the problem of South Sudan is tribalism. And you have heard from the speech of the President today. I want you to stop here. I will give you one minute, two minutes later on to conclude. Also, I will give to Honorable Ress. Okay, thank you. Yeah, thank you. The giga. And I dare to watch the haja. Let me clarify a point to Zorisi Umakurda. He's saying why did I invite all the STLMI to the forum? That is not true. I posted the link. Well, Azul and Sha Ling, Gidi Riggi Reyes, he got the link from there. Ukalamda galu aburam medid bita al-Legistate propaganda media, the JCE propaganda media. Anakute, Medid, I do respect you. The link is down there. So do you want me to invite Nazbita akuma shaniji ukulu shilukullam la-yesu kazabin? I don't want the people here. So let me listen to Jay Jay Lam. The link is down there. You just click on the link, follow the instruction, and join the discussion. So, Jay Jay Lam. Yes. Yeah, you have six minutes. Guy, I have to request you to forgive me. I show you my picture, and I will sleep. No problem. Because the topic is really attractive. No, don't show your picture. Continue. Go ahead. Yeah, I can do a little bit. No, don't show your picture, but you can talk. No problem. Okay. Good job. First of all, I'm so delighted. I'm very thankful to you to allow me to the audience and the rest of the colleagues and all the viewers and those who are taking their time. This show is for them. The situation, the dynamic of South Sudan. I have a different opinion. Sometimes, there is, even feel there is an expert to it, and there is a people who go over there. The topic that impressed me more is about mentioning about food care. Yes, food care is not by himself alone. But as we saw the news, as social news, we are missing the phone. All these activities, I may agree with some of the points that you guys have said. Because why is it taking you so long to not discover what is destroying your country? All along, sin and defend them. The problem of South Sudan is a problem of what I may not speak out fully is the world policies of contentment. And this piece that you are talking about, I could view it as a delayed tactics. to eradicate those nationalists and those two to eradicate those who feel nationalists. We said, here we got our country independent. We have to run our own affairs. That is what, that's all about this process, slow down. It's a delayed tactics to eradicate those nationalists. and then those who are can give in, those who are easy to give in with Weber. They will be there to rule the country. That's one of related to what my view is. What I want and I request from all of you, it doesn't matter what quality you present to your own point of view. I need you guys to the same. Ladies and gentlemen, to the same. The problem of South Sudan is not about tribalism. Tribalism is a tool which are used under what they call democratics. And therefore, from now, as some of you already mentioned, there is a war coming. Yes. Some of you say self-care. Self-care is not by himself. And I don't want to mention, all of you know, you serve in those governments. What I would suggest is, because this platform is not has a law, but talk to your sister, your uncle Weber can listen to you. If you need that country to be called on for one day in the future, drop all this tool of confusion called rivals. asking yourself who you are. And then you start not look at self-care. You start asking yourself as a South Sudanese, why don't you, especially the youth, why don't you have mobilization again among yourself? and then from there, you stand behind Weber, present your opinion. Drop all this party, you form a side. Later on, you will form those parties. And then, you go outside there, and those who call themselves peace garanto. And those who are trying to bring you whatever they call, you leave them aside. You come out and unite. Dinka, Nuer, or whatever. Call themselves nationalists. Come with a unity for your view, wherever you are in the world. Whether you support through advising them or bring them together, let them come together and say to them, you guys, we know we had enough of you and we're tired of you. You stop this peace. Whatever you think, because you will not destroy both of them because they are sinable. Because if you go and throw both of them and then you're left with no, no, tool to all at the moment. But gradually, you can pick them one by one. What I'm trying to add to your show, I need you guys to drop this tool called tribal. It's a way to confuse us. The person who ruled the country is not in Southern Sudan. It's somewhere. I don't want to mention. Come together, unite, go outside and tell them we get tired of this. Because we can say a lot of things, but the solution is to call among yourselves, you the youth. Thank you. And then say we had enough. Because the war coming is a bad war. Yeah, thank you. And thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, JJ Lang. Charlotte, I'm giving you six minutes. Almost because my time is overdone, I will give so many to one of the rest to make comment, then we close the show. Charlotte, and meet yourself, please. Thank you, Comrade Edward and those of Comrade Dolwarje and Comrade Rath and Gigi Lam. Brother Edward, your show today is a bit fair enough. But, you know, what I want to tell our Junubin, my time is six minutes. I thought you were giving 7-7. Anyway, it's okay. Maybe you forget. Well, so, yeah, Brother Edward, let me talk about what is very important in the city. It's about the unity. You were warning about the opposition who are outside, who did not sign the agreement. I always say that the solution to South Sudan problem is our unity. It's our unity as opposition. But it's opposition even outside the united. It's not united. will that one help in the liberation of South Sudan? Will that one help in the Soura after we kill them there? Maybe side the Soura. At Teksim, Tandadebura, Lakhadi, Lakhadi, Gebeliyah, go down. Even the Kalambut, the Kalambut, the Gbelal, brother, about a coup. Any military coup, any tribal coup of South Sudan will not work. The only solution is if the rebellion, if the rebels are united together, with the city, with our Mwadne. that's the only solution. But we want to minimize, you know, Mwadne. We want to minimize Mwadne. Some of us, we like Dr. Rek because what? He like the peace. He like what? Peace than fighting. and you know, brother Edward, in order to make a liberation, if you study liberation wars, there are different ways how we can capture a country or, you know, reform the country. We have to take risk. We have to take risk. Without taking risk, as it is, Edward, because of what we say here. Yes. That is true. Yeah. Right? I don't, I don't know if I continue. Yes. Okay? Because sometimes we tell the truth or people don't want the truth. Okay? But you know what? We say, yes, we'll take it. We'll die, but the history will never die. What we talk here will never die. What you talk here today will never die. Yaakwana, I just want to go to my comrade Ajere Red. What he said? He said he came from Duba and he has something to talk about, when we leaders within a party start to attack our own party, we are creating a havoc within the movement. How many people are watching us here? Even that, people are concluding there's a big problem. It can create a worry. He's a fellow comrade. He was a representative in the U.S. He's correcting. He's not making havoc. He's correcting. No, no, no. I say, we create havoc with the people. And the people are saying, we need to kill them. We muskila. Right? We, car leaders, we need to minimize. When we talk about our own party, we don't have to do it. 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 We know this guy is a Zolta Susay. Zolta Etihar. Zolta Etihar Tamaburalo Tup, 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 tup. Obe interminak. They learn exam. One exam day, itamata waza wini. Kutu fi adana. Fi adana ini bira. Dekida kalas. Itamata baghdele gobutuo. so, wa saka ta anna fi ta ayyo, keli kyenipi ayyo. Mata, give lena fi voice of the people forum here. Thank you. Okay? Okay, shukran. Malisa, talate ya, three minutes ke ya, kwe? No, ma, take you three minutes. You remain with one minute. One minute. One minute. so, okay. Baghi two. One minute. Yeah, Okay. go ahead. Kalaska, kanwana skut, kalana skut. Okay. Okay. Yeah. I think, I think, Edward, you would, Comrade Charles, first of all, Inter, you're not part of the leadership of the ASPALMIO, but you are members. So, but you have right to say whatever you want to say. You know, the situation that we are going on right now, is the situation that we are, we are not at peace, for example, that we are playing politics of opinion and all this. People are dying. And, and, and for the members of the ASPALMIO, people are surprised, especially on my Facebook timeline, I write a lot. But people are surprised because they, they, they close their, their, their mind and their hair. They don't have to listen what all the people are saying. And I did write two days ago that my position was very clear about this peace agreement. I didn't like it. okay. And not because I didn't like somebody, but I care about the country because, you know, a blunder in politics can kill people. We made a blunder in 2015. What happened in 2016? A lot of people have died. Those who are not supposed to be dying in the name of peace. Now, for example, people are dying in Kejikeji. These people, you know, they have families. They have families. they are people who want to enjoy peace like myself, Edward, and, and other people. Why? Because of, 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 of wrong decision. Okay. We all know that self-care will not be convened whether you love peace, you sing about it, you compose song about peace agreement. Self-care will not give you a chance to make that peace. And we came out, myself and Dr. was in Yuba in 2013. And by the way, for those who do not know, we were very few of us, we were seven of us. We usually meet in the house of Dr. Hale. And they came and joined us later on, which is okay. I know what I know that all the people may not know because of my involvement in the government. And I could see, think clearly now that there is no peace in the country. What we are trying to do is to bring people together and kill ourselves in a big number. You see? This is the problem. I am speaking my mind as somebody because if the SPLMIO leadership, for example, those whom we are members, not just supporters, leadership, I have questions they would ask me. Nobody, nobody seen we start this peace agreement who talk to me about in the leadership. It's because they know what I'm saying is right. If you hear the parliament to be announced tomorrow, you will hear my name. There is no position that I'm talking about and they have not let me out. But what are we doing? We are killing people for no reason. Okay? The decision to save the life of the people, leaders have to be very intelligent. By the way, in our culture, leader is somebody that does not want his people to die. A leader is a protector who can protect other people not to die. but now we are not able to protect people because they are dying in Keji Keji right now in a big number. I know the name of the people who are dying day and night. Not in Keji Keji. There is peace in Juba. People are not dying now in Juba. People are not dying in Warab and we have peace. So why do we cry about peace that is killing us? We better die rather than soldiers who are dying in the defense of the country or we want to change the country than to die in the name of self-care and we will end up not having peace. The reason I say the whole political party, he do it, before 2013, as Abdel Kuluma aficion. No. They are all zaman al-munasef kane shanzol ikhonlo izi bitau lanu kanfi is the grant will be let lanu if you are really somebody who wants peace that is okay. Peace is a good thing. And by the way, the name of peace is a good thing. And that is why a lot of devil people, devilic people are hiding themselves under the name under the banner of the peace. He's speaking about peace because they know the name of the peace is good. when you speak peace, they will say you are a good person. But no, these are devil people who are hiding themselves in the name of peace with their own personal interests. It is not about South Sudan. If you are a true leader in South Sudan, you will turn down the position if that position and the peace that you are signing will not bring instability in South Sudan. This is a leader that we will believe that that is a true leader because if you are a leader, you want to be in position when people are dying in Rumbek, people are dying in unity state, people are dying in Quetroia and you are telling people that there is peace around Cuba, you are somebody dead minded. Okay? Because it is not about you or your tribe. If you can force self-pacet to stop war in South Sudan, to stop killing in Warab, to stop killing in unity state and then how you talk about peace. but what is peace? So those who have parties, they have formed their parties in the budges. You cannot form political parties during the war. And political parties are not formed during the war. But we have seen that there is a possibility, there is opportunity now, anybody can come up. Because this is what we have seen. When the peace is signed, you will go with two members' party, you are assimilated under self-pacet and self-pacet will use you. Okay? Even if I want to form a party, I can go. They can appoint me. I have two members without army and that's it. What I'm trying to say is not because you should not form a political party. Of course, we need to go away from that mentality of having, you know, one political party. But the time is not right. And they know, even the people who are trying to form a small party, they know time is not right. Then I couldn't be SPLM why it can Zaman Daga lkuna fi jubada. SPLM was the only political party. And political party, it has to go through the processes. You have to register it in the country for you to go to election. Wait. This is a confusion what we are trying to do right now. This is all confusion. We are trying to confuse the situation and somebody will come up and have political party. Now the only solution is that you talk about it already. And I say that even the peace that is going on in Rome, and if those of Thomas Cirillo will say that they don't want to be part of the, to be added to the peace that is signed in Cuba, they will continue to be in the bush because this is what the government is doing. will not bring a solution. It will not bring a solution. that I am not going to talk about right now, but I believe in the near future we are going to talk about it. So Sudan is still have opportunity of using power of those who are still in the bush. Even now, the war in Kajikaji is really a better type of war. There is huge forces around Cuba that belong to the SPLMIO. And SPLMIO have so many forces, but the leadership is trying to sink down all this because the government is working not to unify the army of the SPLM. Even, you know, defection after defection. How can you defect and accept the defectee from, you know, those who, the defector from opposition party that has the first vice president, you allow them to go to the national army and you are waiting to unify them tomorrow. You know, this is a confusion. You can ask yourself and you know that what is being that is not right. By the way, now we are put into a big problem because if you are a member of the SPLMIO you don't want to talk and the SPLMIO in Cuba will never talk. And I know their situation. I understand what they are going to because how can they talk in Cuba? Even the conference you never see it in South Sudan TV. It was not televised and you see what people are saying. So I think we are still at war. We will not deny it was imposed on us and we will not run away from it. we have to take a position and to take a position is to actually call for what people don't want to be called because I see people commenting that, you know, I've been, you know, running with a with a plaque of tribal plaque and all. Of course, I've been talking on tribalism. I have been talking on tribalism and I've been pointing out to people who are tribalists. Even those who are commenting here, they are tribalists. I have a record in South Sudan at the National Legislative Assembly and when time come, maybe there will be played. You will hear what I'm saying and until today, all the tribalists, I will still call you out that you are a tribalist, including those who are. Because what we were trying to say is because the same message that Edward is trying to say that self-occur was using the card of tribalism and all the ignorant were shouting, thinking that the self-occur is making the Dinka great in South Sudan. This is what we are trying to say. Until today, I'm still saying it and nobody will challenge me and I have a logical reason to debate with anyone who think that self-occur is trying to make South Sudan a Dinka country. Even today, they are doing it. I just talk about the issue. This is also tribalism. We are still pointing them out and if we are the one to change South Sudan, this is something that we will fight out whether by talking or maybe by using the real law that are established in the country to fight tribalism, we will do that and you will not run away from us. So this is what I'm trying to say. Call me at a name but the truth is I am not a tribalist. I am trying to point out you who is a tribal-minded person supporting self-occur who have destroyed the Dinka itself, a glorified Dinka. Dinka used to be one of the most respected tribe in South Sudan. my time in Sudan that has never crossed my mind and thought that thinking that Dinka are bad people. I respect them and I love them. But now see the situation. there is something that SELPA is sending out that destroys the Dinka than what I'm saying right now. and this is what I'm saying. I just say that it is not even the Dinka that are talking things that do not make sense, even the nerds themselves. I just say that. This is because of reality. I know we are going to have a tough time changing the mentality because the glory of the people of South Sudan is being destroyed. We are all up to position. The young people who are supposed to be the backbone of this country are being carried away. the voices which are different from, you know, following people based on tribal line they are being criticized left and right. If you start today, today you want to criticize Lamarcol and you are, for example, people will criticize you. Okay? Because all people would want Edward to be behind Lamarcol because who should come? Please? Or you should look there in Kalamzeida. Would you know what I, you know, you know, Edward Bigulun is all there is all there. So the nationalism is being destroyed left and right. But we have to stand very tall on this. And we have to accept all the challenges. We can never change our Sudan. They have ... ترجمة نانسي قنقر 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 عمي بحثيات terms. كنت أجهدت أن تريدخل هذا منجبـي. إذا كانت تريد다고 يسمي كل ما تطبيع التطبيع لكي هي الأجمع التي يسمحه wellness. أجهدت أن أجهدت. as soon as soon as soon as I am بالمرضة الجديدة. أجهدت أن تكون مُزعين لأجهدتي اخياء الغبيت. الأجهدت أن أجهدت وأن أجهدت مستطع الأجهدية. أتمنى أن تتحدث عن ذلك. أجل أن تتحدث عن ذلك. . 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة